في قول مأثور للإمام علي عليه السلام يقول عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفا حينما يشعر الناس أن لقمة عيشهم تسرق من أفواههم وهم يتضورون جوعا وأولي الأمر مدخوما لحد التخمة لا يكاد أن يتنفس فماذا عساه أن يفعل الحكام والسلاطين وأصحاب الخزائن المملوئة لا يطيب لهم قط أن يتكلم جائعا أو يصرخ مظلوما أو يشتكي محروما لأن في هذا قلق لسعادته أو لسيادته أو لدولته على الشعب أن يبقى أخرسا لا يشتكي وعندما يشتكي من ألم ومن ضيق ومن جوع ومن فقر ومن ظلام إلى أسوأ منه فيصبح متهما أما أن يغيب في السجون أما أن يسال دمه على الأرصفة أما أن يتهم بأنه أما ابن للسفارات وأما ابن للرفيقات وأما إرهاب وأما 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 من هذه الإصطوانات المشخوطة التي تعودنا عليها وعلى قائلها اليوم تنظم السليمانية إلى قطار الغضب العراقي وهي تطالب بحقوق يكفلها القانون والدستور والشرع والأخلاق والمنظمات الدولية بعد أن صبرت صبرا كغيرها طويلا وتجابه بالقوة لأنها أرادت لصوتها أن يشق ذلك الصم الذي تمارسه السلطة حتى تراوي وتحترم حقوق الناس لأن حقوق الناس يجب أن تصان فبأي حق تستعبدون الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ويجب أن يكون الناس في كل بقعة من العراق أحرار لكن عندما تماطل الحكومات في كل مكان بالتعامل مع أهلها ومع من تحكمهم ومع مطاليبهم فيكيد أن الناس تصل إلى قناعات أن هذه السلطة استهترت بحقوقها ولذلك لم يبقى لها خيار إلا أن تواجه الظالم بكل ما أتيت من قوة حتى تسترد رغيف خبزها بالأمس كان الناس يتحدثون عن خدمات يتحدثون عن فرص عمل اليوم يحاربون لقمة الخبز التي تسرقها السلطة منهم وهي سلطة لا تقوى إلا أن تصنع التهم ولا تقوى حتى قبل الساعات التي أدخل بها إلى البرنامج كنا نتوسل بأسماء وعناوين رنانة أن أخرجوا معنا مع أهلكم أوضحوا لهم ما عندكم دافعوا عن حكومتكم اسمعوا أصوات شعبكم ذاك يقول المرحلة لا تحتبل وذاك يقول كذا وذاك يقول كذا حتى المتحدث باسم حكومة أقليم كردستان السيدة مسؤولة العلاقات اتصلت به ورفض والمتحدث باسم ناب رئيس الوزراء بالأقليم أيضا لم يرد ونواب آخرون وآخرون حينما تصل الأمور إنكم لا تكون أن تواجهوا صوت الشاب فألموا إن الباقي من الأيام لم يعد يساوي شيئا وهذا الذي كنا نحذر منه وإلى أصحاب السلطة الغاشمة أو القوة الغاشمة تيارات وأحزاب وقوى ومتنفذين في السلطة انتهيتم حينما اعتقدتم إنكم تمتلكون إرادات وقوى وأسلحة وتنظيمات هذه تجعل منكم أسيادا أو تجعل منكم مستمرون في السلطة فقد أخطأتم رب الكعبة وهذا هو الأمر الذي سيعجل في نهاية كل ظالم لأن لا صوت فوق صوت الشعب ولا إرادة فوق إرادة الشعب ومن يستزغر إرادة الناس ولم يسمع صوت الشعب فعليه أن يهيأ نفسه لأن يدفع ثمنا عظيما باهظا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر